اهلا بكم فرصة تاريخية سيلتقطها الليبيون ام فرصة اخرى ضائعة ستؤجل مرة اخرى حل الازمة الليبية انظار العالم وفي مقدمتهم دول المنطقة تتابع باهتمام مجريات ملتقى الحوار السياسي الليبي في جينيف بسويسرا جولة جديدة من المحادثات الحاسمة لاختيار السلطة التنفيذية الجديدة فهل ينهي توافق الليبيين في جينيف ازمة مستمرة منذ عشر سنوات وهل ينجح الليبيون الى في التوافق السياسي من اجل اصدال الستار على نزاع دموي اثر على الاستقرار في المنطقة ككل وهل يحل اتفاق جينيف الازمة السياسية وينهي حالة الاستقطاب بين الشرق والغرب ام سيكون نسخة من الصخيرات وبداية لمشوار اخر من الازمات هذا ما نناقشه الليلى مع ضيف مواجهة وزير الخارجية الليبي السابق محمد الدائري سيد الوزير مرحبا بك معنا في مواجهة لجنة الحوار السياسي مجتمعة في جينيف انتهت من الاستماع الى المرشحين وبرامجهم وكل هذه الامور هل سيكون هناك سلطة تنفيذية جديدة يوم الجمعة بعد ساعات قليلة من الان مساء الخير وشكرا على الاستضافة اود ان اشير بان هناك جهدا اقليميا ودوليا تم بذله في الفترة الاخيرة منذ قمة برلين في يناير من السنة الماضية وهناك تماشي على الصعيد الوطني في ليبيا مع هذه المعادة الزخم الدولي والاقليمي ومن ثم فانني متفائل بالتوصل الى تشكيل سلطة تنفيذية جديدة في الايام او الساعات القادمة ان شاء الله التفاول مطلوب دائما سيد الدائري ولكن ايضا يجب ان نكون واقعيين حتى السيدة ستيفاني ويليامز تشاركك هذا التفاؤل كان لها تصريح فيما يتعلق بما يجري اليوم في جنيف وهذه العملية السياسية دعنا نستمع الى ما قالته السيدة ستيفاني ويليامز ثم اعود لاسألك عن هذا الموضوع هذا الجهد لا يتعلق بالمشاركة في السلطة او تقاسم الكعكة لكنه يتعلق بتشكيل حكومة مؤقتة تتألف من وطنيين وافقوا على تحمل اعباء المسئولية لوضع سيادة الليبية وامن البلاد وازدهارها ومصلحة الليبيين فوق المصالح الضيقة وبعيدا عن شبح التدخلات الخارجية تصريح ايضا تفاؤل سيد الدائري من ستيفاني ويليامز يعني هي تقول ان اليوم الليبيون او الاطراف الليبية المتصارعة اكتشفت ان مصلحة البلاد فوق كل المصالح يعني قبل اشهر قليلة كان هناك صراع محموم على السلطة وعلى الثروة كان هناك اقتتال عنيف ما الذي دفع الليبيين في هذا الوقت لان يقتنعوا بان مصلحة البلاد بالفعل هي فوق كل المصالح اعتقد ان الاطراف السياسية اطراف الصراع السياسية والعسكرية الرئيسية في ليبيا ادركت انه لا حل عسكري في ليبيا لقد جرب الكثيرون منذ 2014 منذ فجر ليبيا الحل العسكري ولكن ادرك الجميع بان الحل يكمن في اشراك جميع الاطراف الرئيسية السياسية والعسكرية في حل يتم الاتفاق عليه وادرك ايضا ليبيون وجود ضغوط كما قلت سلفا دولية واقليمية عليهم للتوصل الى اتفاق جينيف في 23 اكتوبر من السنة الماضية اتفاق خمسة زايد خمسة في ما يتعلق بالشق العسكري وايضا وجود تقدم في فريق الحوار الذي يجتمع في تونس في الفترة الاولى والذي يجتمع هذه الايام في جينيف فهناك ارادة دولية واقليمية وهناك ايضا ضغط كبير من الرأي العام من الشارع الليبي شرقا وغربا وجنوبا لقد سائم وعانى الليبيون منذ 2012 من العديد من المآسي والاثام والجرائم التي ارتكبت في حقهم في حق ابنائهم واخواتهم ومن ثم فان الصراع العسكري والصراع المحموم الذي شاهدنا والذي تفضلت بالاشارة عليه هو شيء بضر بمصالح الوطن العليا وهناك بالفعل ضغط من الرأي العام ومن الاوساط عديدة في الشارع الليبي ضد استمرار هذا الصراع العسكري هل هذا الاتفاق في جنيف وما سينتج عنه من هذه السلطة التنفيذية التي نتحدث عنها سينهي حالة الاستقطاب بين الشرق والغرب اليوم ليبيا دولتين بالمعنى العملي هل هذا الوضع سينتهي بمجرد اختيار سلطة تنفيذية في جنيف غدا لا للأسف هناك تحديات جمة تحديات كبرى تواجه السلطة التنفيذية الجديدة بالفعل تشكيل السلطة التنفيذية الجديدة هو خطوة في الاتجاه الصحيح هو خطوة إيجابية وهو شيء ضروري ولكنه ليس بكافل التحديات تتعلق بالأوضاع الأمنية السائدة حاليا على أرض الواقع سواء في بقاع عدة من أرض الوطن وفي نفس الوقت هناك قوات أجنبية ترابط في ليبيا وهي تمثل عائقا كبيرا لوجود توافق سياسي وعسكري في ليبيا والسير قدما بليبيا إلى مستويات أخرى من الاستقرار والاستكباب الأمن سأسألك عن القوات الأجنبية والمرتزقة والمقاتلين لأن هذه مشكلة أساسية البعض يراها بمثابة الغام في طريق الحل السياسي سأسألك عن هذا الموضوع بعد قليل ولكن على صعيد المسار السياسي ما الذي يمنع سيد الدائري أن يكون هذا المسار في جنيف مشابه لما حصل في الصخيرات أن يكرر ما حصل في الصخيرات ونعود إلى المربع الأول في نهاية المطار أعتقد أن ما حصل في الصخيرات هو عبارة عن حل يفضي إلى وجود حكومة وفاق سميت بحكومة الوفاق الوطني كان هناك تقاسم للسلطة ولم يتم التركيز البتة لم يتم التعرض البتة إلى مسار آخر أمني وعسكري والحقيقة أن بعثة الأمم المتحدة والمجتمع الدولي أدرك في الفترة الأخيرة أنه يقع لزاما عليهم من إيجاد مسار عسكري والمجال العسكري تم استحداثه وأدى والحمد لله إلى الاتفاق الذي أشرت إليه وإلى العديد من الاجتماعات التي عقدت في الفترة الماضية ولحد هذا اليوم في مدينة سرط وإلى نتائج ملموسة منها استبدال الأسرى الحرب بين الطرفين وإلى وجود رحلات جوية بين الشرق والغرب الليبي إذن هناك تقدم على هذا الصعيد العسكري وينبغي أن يكون هناك توافقا سياسيا يواكب هذا التقدم على الصعيد العسكري سيد الوزير ما الذي يضمن أن تعترف الميليشيات والفصائل المسلحة اليوم بما سينتج عن عملية جنيف خاصة وأن هناك بعض هذه الميليشيات تدعم أو توالي شخصيات معينة مرشحة لهذه المراصب إذا خسرت هذه الشخصيات ما الذي يضمن أن تعترف الميليشيات والفصائل المسلحة بهذه العملية أصلا قبل أيام قليلة كان هناك تصريحات لبعض هذه الفصائل تشير فيها بشكل واضح إلى عدم اعترافها بما يجري في جنيف اليوم بالفعل هناك تحديات كبيرة تواجه السلطة التنفيذية حالما يتم تشكيلها من قبل بعض هذه التشكيلات مثل ما ذكرت وتفضلت حضرتك بالإشارة هناك بيانات صدرت منذ أيام وهناك بيان آخر صدر صباح اليوم في طرابلس وللأسف يعني يفضي بأن هناك عرقلة متوقعة لعمل هذه الحكومة ولكن يقع لزاما الآن على القوة الدولية والإقليمية ومن خلال مجلس الأمن باستصدار قرارات واضحة ليس فقط لدعم السلطة التنفيذية الجديدة مثل ما تم في سنة 2015 باستصدار قرار بالاعتراف بالحكومة ولكن أيضا بدعم ملموس بدأ هذا الدعم تلوح أفاقة من خلال التوافق حول إرسال مراقبين دوليين لوقف إطلاق النار وهناك دعم آخر من المجتمع الدولي ومن القوة الدولية الفاعلة التي ننتظر أن تقوم به في الفترة القادمة هناك عقوبات ينبغي أن يتم استصدارها لمعاقبة هؤلاء المعرقلين مستقبلا لأي عملية سياسية وعسكرية تحدث في ليبيا وبالفعل كان هناك طلب من مجلس الأمن إلى الأمين العام اليوم بإرسال مراقبين دوليين للإشراف على وقف إطلاق النار لا ندري طبيعة هؤلاء المراقبين مسلحين مش مسلحين سننتظر لنرى ولكن فيما يتعلق بهذه الميليشيات سيد الداري ألم يكن من الأجدى أن يتم التعامل معها أن توجد آلية للتعامل مع هذه الميليشيات وإنهاء وجودها قبل الشروع في عملية سياسية قد لا تعترف بها هذه الميليشيات أصلا أصبت أستاذ لأن اتفاق السخيرات الصادر في 17 ديسمبر 2015 كان يتضمن المادة 34 وكان يتضمن ملحقا أمنيا بخصوص تفكيك هذه الميليشيات ولكن لا حكومة الوفاق ولا المجتمع الدولي ولا بعثة الأمم كانوا جادين في إيجاد مسار عسكري يفضي إلى تفكيك هذه الميليشيات وبالفعل أحد مهام الحكومة والسلطة التنفيذية الجديدة هو العمل على تفكيك هذه الميليشيات ولكن لا يمكن لهذه السلطة التنفيذية وحدها أن تقوم بذلك هناك آلية دولية ينبغي أن يستصدرها ويوافق عليها مجلس الآمن من أجل دعم السلطة التنفيذية الجديدة وحل هذه الميليشيات التي تضمنها مثلما ذكرت سلفا اتفاق الصخيرات في 2015 والذي لم يتم تنفيذه في هذا المجال لحد هذه الساعة طيب في موضوع متصل سيد الديري هناك مخاوف أيضا لدى البعض من أن تيارات الإسلام السياسي قد لا تعترف بسهولة بالحكومة المشكلة خاصة إذا لم تكن هذه الحكومة هذه السلطة التنفيذية تخدم مصالح هذه التيارات كان لك تصريح مؤخرا أصدرت فيه حكما على تجربة الإسلام السياسي تقول فيه أن تأثير الإسلام السياسي أخذ في الانحسار تدريجيا الآن بسبب أخطاء فادحة ارتكبها في حق الوطن خلال السنوات الماضية خاصة من خلال تموضعه ودعمه لقوة التطرف والإرهاب هل بالفعل بدأ تأثير هذه التيارات بالانحسار في الفترة الأخيرة وما الذي يضمن أن تتعاون هذه التيارات مع السلطة التنفيذية الجديدة برأيها بعد تصريح صدرت مؤخرا عدة بيانات وتصريحات من قيادات قيادات الإسلام السياسي ومن قيادات الإخوان المسلمين يشيرون إلى انسحابات واستقالات جماعية من صفوف الإخوان المسلمين بالإضافة إلى تصريح صدر عن أحد هذه القيادات الذي أشار أنه يمكن حتى أن يندثر تنظيم الإخوان المسلمين في ليبيا ولكن بالفعل هناك تحدي خطير ومهم في أن الإسلام السياسي يحتوي على قيادات متطرفة بدأت في عملياتها الإجرامية منذ 2011 عندما تم اغتيال اللواء عبد الفتاح يونس وتم مقتل السفير الأمريكي في بنغازي في سنة 2012 بعد ذلك بسنة واختطاف السفير الأردني في طرابلس في سنة 2013 واغتيال قيادات ورموز ونشطاء سياسيين في بنغازي بالإضافة إلى عمليات أخرى في جنوب ليبيا مثل مدبحة إبراك الشاطي في مايو سنة 2017 إذن هناك تخوف من أن هذه الأطراف المتطرفة والإرهابية التي يتزعمها ما يسمى بالشيخ صادق الغرياني والمتواجد حاليا وللأسف في تركيا والذي يدعم هذه الجماعات وهو الراعي لها سياسيا ومعنويا في ليبيا ولهذا فإن هناك تخوفا بالفعل من أن تحاول هذه القيادات أن تعرق إلا أن هناك كما أشرت سلفا هناك إدراك ليبيا لضرورة التوافق هذه المرة وعدم إقصاء أي طرف أساسي من العملية السياسية أو العسكرية طيب فيما يتعلق بوضع المرتزقة سيد الديري والمقاتلين الأجانب هذه أيضا مشكلة أساسية أنت أشرت إليها قبل قليل في ليبيا اليوم البعض يقول أصلا هؤلاء كان من المفترض أن يخرجوا بحسب اتفاق وقف اطلاق النار قبل فترة من الوقت كيف سيتم التعامل مع هذه المشكلة بعد أن يكون هناك سلطة تنفيذية جديدة في ليبيا أود الإشارة إلى ما قام بتنويه به مراسلكم منذ قليل في نيويورك الذي أشار إلى تصريحات الأمين العام بضرورة خروج جميع القوات الأجنبية مما فيها مرتزقة الأجانب ولكنني أريد أن أضيف إلى مراسلكم في نيويورك ما تفضل به نائب المندوب الأمريكي يوم الخميس الماضي أثناء إحاطة ممثلة الأمم المتحدة بالإنابة لمجلس الأمن والذي ذكر بالاسم ضرورة خروج القوات التركية والروسية كان هناك تعميلا من بعض الأطراف في ليبيا وأطراف إقليمية أن التركيز الأمريكي ينصب فقط على الروس ولكن حديث وبيان الإدارة الجديدة الأمريكية أول بيان للإدارة الأمريكية الجديدة بعد وصول السيد بايدن إلى سدة الرئاسة تمثل في هذا البيان يوم الخميس الماضي وهو بيان هام ينبغي البناء عليه ومن ثم فإن هناك عملا بين الاتحاد الأوروبي والسلطة التنفيذية الجديدة مع الولايات المتحدة من أجل إخراج كل القوات الأجنبية بما فيهم المرتزقة العرب والأجانب المتواجدين ولكن المشكلة سيد الدائر أن هذه الميليشيات كانت تتلقى التدريب قبل أسابيع قليلة كانت هناك المئات منها تتلقى التدريب في تركيا وتعود إلى الأراضي الليبية ما الذي يضمن أن هذه الميليشيات وهؤلاء المرتزقة سينسحبون بالفعل استجابة لهذا المسار السياسي بالفعل أستاذ لا يوجد أي ضمان حالي في هذا الصدد ولكن هناك جهة دولي وإقليمي وليبي من قبل السلطة التنفيذية ومن قبل أيضا الشارع الليبي ينبغي تواجد حراك قوي من الشارع الليبي غربا وشرقا وجنوبا من أجل إخراج جميع هذه القوات وبدون وجود رأي عام ليبي يؤيد هذا المسعى فإن المساعي التي يمكن أن تقوم بها السلطة التنفيذية ستكون هامة ولكنها ليست بكافية ينبغي أن يكون هناك توافق بين الشارع الليبي الرأي العام ليبي والسلطة التنفيذية مع ضرورة وجود ضغط من قبل مجلس الآمن من أجل خروج كل هذه القوات بدون استثناء طيب جدول أعمال السلطة التنفيذية الجديدة أستاذ الدائري يعني ثقيل وثقيل جدا والفترة الزمنية الممنوحة لها في هذه العملية الانتقالية أيضا قصيرة نتحدث عن تنظيم انتخابات استفتاء على دستور توحيد مؤسسات تفكيك ميليشيات مهام هائلة دعنا نستمع إلى مقالته المتحدثة أو المبعوثة الأمم المتحدة بالإنابة ستيفاني ويليامز التي حثت المجتمعين في جينيف على ضرورة الوفاء بما تم الالتزام به وخاص فيما يتعلق بالانتخابات لنستمع أولا وقبل كل شيء لقد وضعتم علامة لا يمكن إزالتها من على الروزنامة لتنظيم انتخابات وطنية عامة في الرابع والعشرين من ديسمبر من هذا العام لقد قبل هذا القرار بقبول عارم من مواطنيكم وهو يشكل التزاما ينبغي الوفاء به مهما كلف الثمن انتخابات في الرابع والعشرين من ديسمبر بحسب هذه العملية السياسية البعض يقول سيد الديري أن هذا تاريخ مصطنع تاريخ يعني ربما على الأغلب لن يتم الالتزام به هل تعتقد بأنه بالفعل بالإمكان ترتيب كل هذه الأمور وتنظيم انتخابات مع نهاية هذا العام نتحدث عن حوالي عشرة أشهر دعني أن أكون صريحا أنا أتفق مع هؤلاء البعض أو الكثيرين وأنا منهم بأن تاريخ 24 ديسمبر هو تاريخ غير واقعي لا أعتقد بأن المشاكل التي ستواجه السلطة التنفيذية الجديدة منها إيجاد قاعدة دستورية التصويت أولا على مشروع الدستور الذي تم التوافق عليه في الغردقة هل هناك قاعدة دستورية أو نص دستوري يسمح بإجراء هذه الانتخابات وكذلك رحيل القوات الأجنبية وتفكيك الميليشيات بدون وجود مناخ أمني يسمح للمواطن الليبي في غرب البلاد وشرق البلاد وجنوب البلاد من الإدلاء بصوته في جو أمني فإن هذه الانتخابات سوف لن تكون سهلة ينبغي توفر انتخابات حرة ونزيهة وهذه الانتخابات لن تكون حرة ونزيهة باستمرار وجود هذه الميليشيات الميليشيات الليبية هنا بعد نأمل رحيل البرتزقة الأجنب فأعتقد أن هناك صعوبات كثيرة أمام السلطة التنفيذية الجديدة وأمام الملتقى السياسي وبعثة الأمم المتحدة في الالتزام بتاريخ 24 ديسمبر المقبل أعتقد أن هذا التاريخ ليس بواقعي بحكم حزمة المشاكل والتحديات التي ستواجهنا كليبيين في الفترة القادمة أيضا مسألة تدخلات الخارجية مسألة يشير إليها الكثيرون نتحدث خاصة عن التدخل التركي أنت كان لك انتقادات شديدة إذا ما تقوم به أنقرة في ليبيا قلت في أحد التصريحات الخلاف ليس مع الشعب التركي الذي تربطنا به كعرب علاقات تاريخية وأواصر الأخوة والجوار بل مع سياسات عدوانية تهدد الأمن القومي العربي تنتججها حكومة أردوغان الحالية تقول أيضا أدعو إلى ضرورة إيجاد ديبلوماسية عربية نشطة ترمي إلى إيجاد ضغط متعدد الأطراف على تركيا هل ستقبل تركيا سيد الديري بهذه البساطة إنهاء الاتفاقات الموقعة مع حكومة الوفاق نتحدث عن اتفاقات عسكرية اتفاقات أمنية ترسيم حدود بحرية إلى آخره هل ستتخلى تركيا برأيك بهذه البساطة عن كل هذه الأمور أنا أشرت قبل قليل إلى البيان الأمريكي الواضح والذي دعا أيضا تركيا إلى احترام السيادة الليبية أعتقد أن هناك تحديات توجهنا في الفترة القادمة من تخلي الحكومة التركية الحالية عن أجندتها ولكن هناك كما ذكرت سلفا حراكا داخليا وهناك أيضا حراكا إقليميا ودوليا لا يحبذ استمرار تركيا ولا يؤيد استمرار تركيا في هذا النهج ورأينا في الفترة السابقة بعد تصريحي من وجود تواصل بين فرنسا وتركيا هناك أيضا تصريحات من قبل معالي الوزير الدكتور أنور قرقاش بخصوص علاقات العرب والإمارات مع تركيا كما ذكرت أنا شخصيا نحن لا توجد لدينا أي عداوة بل أن هناك علاقات تاريخية مع تركيا ولكن لا نحبذ ولا نؤيد استمرار هذا النهج الذي رأيناه في الفترة السابقة وهو أحيانا يتسم بالعجرفة خاصة من بعض المسؤولين الأتراك وزير خارجية تركيا بعد تصريحي في نهاية ديسمبر قال في سوتيشي أن قوات تركيا ستبقى حتى ولو أن تم التوصل إلى سلطة تنفيذية جديدة فالحقيقة هناك توجه تركي إلى امتهان السيادة الليبية وهو أمر لا يرتضيه كل ليبي حر وشريف ونزيه سيد الدائري في الوقت المتبقع أقل من دقيقتين أود أن أسمع رأيك في مسألة توحيد المؤسسة العسكرية هذه مسألة في غاية الصعوبة أود أن أسمع رأيك فيها هل سيكون هناك جهد في هذا الاتجاه وكيف تنظر إلى دور المشير خليفة حفتر بعد اختيار السلطة التنفيذية في جنوب دعني أؤكد أستاذ مهند أن نجاح لحد هذه الساعة مجموعة 5 زايد 5 اللجنة العسكرية 5 زايد 5 يتعلق بوجود سلطتين عسكريتين تتفاهم بخصوص ترتيبات أمنية على أرض الواقع هذا يؤكد على وجود إشراك لأطراف عسكرية هامة ما تم في أسخرات هو إصدار تضمين الاتفاق للمادة الثامنة التي تعلقت بإقصاء القيادة العامة للجيش الوطني الليبي أود أن أكرر بأن أي عملية سياسية أو عسكرية لا بد أن تحتوي إلى إشراك جميع القوى السياسية والعسكرية الفاعلة وإشراك الجيش الوطني الليبي في توحيد المؤسسة العسكرية أمر هام وضروري وبدونه فإن الفشل لا سامح الله قد ينتظر توحيد المؤسسة العسكرية لا بد من إشراك الجميع وعدم توجه إلى الإقصاء أي طرف سياسي أو عسكري نرى أن هناك توجه إلى توافق سياسي من خلال تشكيل السلطة التنفيذية الجديدة ولكن الأمر لا بد أن يكتمل بإشراك جميع القوى السياسية العسكرية الفاعلة على الأرض في توحيد المؤسسة العسكرية ودعم المسار السياسي ودعم عملية وضع اللبنات الأولى للاستقرار السياسي واستكباب الأمن في ليبيا شكرا جزيلا لك الأستاذ محمد الدائري وزير الخارجية ليبيا السابق كان ضيفنا لهذا الأسبوع في برنامج مواجهة نهاية مواجهة لهذا الأسبوع ضيف جديد في حلقة جديدة الأسبوع القادم إلى اللقاء